أهلا بكم مشاهدينا من منا لا يعرف معلومات عن الأحجار الكريمة ومن منا لا يحب الألماس واليقوت والمرجان وغيره طبعا في هذا العرض سنلقض على تلك الأحجار الكريمة على معدلات صلاباتها وأيضا مما تتكون تلك الأحجار الكريمة طبعا الأحجار الكريمة تنقسم إلى قسمين عضوي وغير عضوي العضوي طبعا يتكون إما داخل صدفة كللؤلؤ المرجان أيضا من عاج الفيل أو من أسنان الفيل التي طبعا يطلق عليها العاج أما بالنسبة للتكونات الغير عضوية تتكون إما مثلا من صخور نارية بقماتاتية وصخور متحولة رسوبية طبعا توجد معظمها إما تحت الأرض أو في المناجم دعونا نستعرض وإياكم الألماس الألماس يتكون من عنصر الكربون فقط والذي يوجد في المناجم يتكون تحت الضغط والحرارة العالية فيتحول الكربون إلى ألماس وطبعا يعتبر الألماس أعلى معدل له في الصلابة الذي يتكون من عشرة طبعا الجوهرجية في الماضي أو في زمان كانوا يستخدمون مبرد معدل صلابة حوالي السبعة وكان أي حجر كريم يقدش بواسطة هذا المبرد يعتبر من خارج قائمة الأحجار الكريمة طبعا إذن الألماس يعتبر أعلى معدل له في الصلابة عشرة إذن هو من أهم الأحجار الكريمة ومن أغلاها وطبعا النقاء والصفاوة تعطي قيمة أكبر لتلك الأحجار الكريمة ثاني الأحجار الكريمة إذن نستعرضه وإياكم هو الزفير أو السفير باللغة الإنجليزية طبعا يتكون من أكسيد الألمنيوم ومعدل الصلابة له حوالي تسعة طبعا هو ثاني أحجار الكريمة في قيمة الصلابة لها الزفير طبعا له ألوان متعددة الأزرق الأخضر وأيضا الأحمر أو الأحمر القامت طبعا هناك الكثير من الألوان من الحجر الكريم السفير ثالث الأحجار الكريمة هو الياقوت ينتمي إلى معدن الكوركوندو وهو عبارة عن أكسيد الألمنيوم له معدل صلابة أيضا تسعة إذن يقارن بالسفير ويوجد في نفس أماكن السفير طبعا السفير يتواجد في الكثير من الأماكن من الدول في أفريقيا، آسيا، أستراليا، جريندلاند، مدغشكر أيضا وشمال كارولينا الياقوت والسفير إذن تتواجدان في نفس الأماكن ماذا عن إذن؟ ننتقل الآن إلى التوباز يتكون من الألمنيوم والسيليكون والأكسوجين وأيضا غاز الفلورين معدل الصلابة له معدل ثمانية طبعا تلك الأحجار الكريمة عندما تستخرج حاليا هي لم تختلف طريقة استخراج الأحجار الكريمة عنها في السابق حيث كانت تستخرج بطرق بداية وقديمة ما زالت تستخدم بعض تلك الطرق حتى في أيامنا الحالية بالرغم من تطور التكنولوجيا في عصرنا الحاضر الآن ننتقل إلى الزمرد الذي يتميز باللون الأخضر نوع هو من معدن البريل وهو مكون من سيليكات البريليوم والألمنيوم طبعا يتواجد في المناجم بين الصخور الصلدة والرخام بالنسبة إذن لمعدن الزمرد يتكون معدل الصلابة له من حوالي سبعة ونصف إلى ثمانية على حسب قوة وصلابة المعدن طبعا هذا بالنسبة إلى الزمرد نطلع وإياكم على العقيق يطلق على مجموعة من الأشكال المختلفة للسيليكة والعقيق طبعا يتكون في صخور رسوبية يتكون من رواسب بعض الصخور ويتكون معدل الصلابة له بحوالي ستة ونصف بالمئة هناك الكثير من أشكال العقيق الأحمر والعقيق اليمني الذي يمتاز به اللون المائل إلى اللون الأسود أو اللون الرمادي ماذا عن الفيروز؟ الفيروز طبعا هو المفضل لديه فصفات مختلط بالألمنيوم والنحاس وطبعا تعد دولة إيران الإسلامية هي أكبر منتج لحجر الفيروز في العالم معدل الصلابة له حوالي الخمسة طبعا هو يعتبر من خامسة أكثر الأحجار الكريمة أهمية طبعا على حسب معدل الصلابة ماذا عن الأوبال؟ هو حجر كريم نصف شفاف يتميز بألوانه المتعددة بنفس الحجر يكون هناك ألوان متعددة في حجر الأوبال معدل الصلابة له يتراوح ما بين الستة تقريبا إلى خمسة ونصف نذهب وإياكم أيضا إلى الحجر الكريم اللؤلؤ هو إفراز كروي صلب يتشكل داخل صدفة طبعا هو حجر كريم عضوي كما ذكرت لكم إذن ينتج داخل تلك الصدفة معدل الصلابة له يتراوح تقريبا من ثلاثة تقريبا إلى واحد على حسب معدل الصلابة وهو أقل الأحجار الكريمة صلابة كنا قد استعرضنا وإياكم هذه الأحجار الكريمة قيمتها الصلدة وأيضا أنواعها وأين تنتج في شتى أنحاء العالم